بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي طلبة الفيزياء النووي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرتنا لهذا اليوم هي تكملة لنموذج قطرة السائل The Liquid Drop Model وفي Liquid Drop Model المرة الماضية أخذنا أو أنهينا شرح The Five Terms في معادلة Binding Energy التي تربط مكونات النواة بعضها ببعض ضمن القوى النووية القوية فالبايندينج انرجي مراجعة تعتمد على Volume Term وهي عبارة عن E V Mass Number A ناقص A to Power 3 over 2 ناقص AC في زد تربيع على A قوة ثلث ناقص Symmetric Term في بين قوسين A minus 2 Z تربيع على A ناقص Delta اللي هي عبارة عن Pairing والتي تعتمد على A والZ هاي أنهيناها المرة الماضية ونتكلمنا عنها كاملة يبقى الآن نتحدث عن عفوا خلييني أرجع نتحدث عن هذه الكونستانس هذه الكونستانس اللي هي عبارة عن A V A S A C الكونستانس السيمتريك كونستانس وفي البيرينج هناك أيضا سامحوني للانتقال السريع في البيرينج هناك كونستانس البيرينج كونستانس A P A P هذا الكونستانس الآن هذه الكونستانس كيف وجدت هذه الكونستانس ضمن هذه المعادلة أنا كتبت المعادلة هنا عشان نظلي نشوف هذه المعادلة هذه المعادلة دورست تجريبيا حاولوا أنه طبقوا على هذه المعادلة تجريبيا بحيث أنه يحاولوا أنهم يحددوا قيم هذه الكونستانس فالآن The Binding Energy Formula Coefficient had been estimated by fitting the experimental data عملوا fitting اللي هي عبارة أنت دائما تأخذوا في المختبرات أنه في عندك التجارب التجارب تطلع عندك نقاط ترسمها على الورق المربعات or data sheet عبارة عن نقاط فالآن أنت بدك تعمل fitting لهذه ال data بدك ترسم أفضل خط مستقيم إذا كانت هذه عبارة عن النقاط جاية على استقامة واحدة أو إذا كانت جاية على شكل مثلا قطع مكافئ مثلا X تربيع وهكذا فالآن عمل العلماء أو العلماء القروب التجريبي القروب التجريبي عملوا تجارب عديدة جدا وحاولوا أنهم حاولوا أنهم يربطوا هذه النتائج التجريبية بهذه المعادلة طبعا هذه المعادلة نظرية من أجل إيجاد طبعا كل شيء واضح في هذه المعادلة ما عدا هذه الكونستانت الـ A-V الـ A-S الـ A-Column الـ A-Symmetric و الـ A-P ضمن الـ Pairing Coefficient أو term فالآن حاولوا أنهم يعملوا فتنج لهذه النقاط لهذه النقاط مع هذه المعادلة مع هذه المعادلة وهي عملية سهلة صعبة سهلة صعبة لأنه مرات صعبة أنه نحصل على الديتا بالشكل المطلوب فلذلك لما عملوا فتنج لهذه الـ Parameters كانت أفضل فتنج طبعا وهي الفتنج تقريبا يعني يعني من آخر القيم التي توصل لها العلماء الآتي الـ Coefficient أو الـ Constant مع الـ Value لهذا الـ Coefficient طبعا بوحدة ميجا إلكترون فولت ميجا إلكترون فولت لأنه هذه عبارة عن Binding Energy Binding Energy لاحظوا يا جماعة هذا Binding Energy هنا A Mass Number High Dimension فلذلك يجب أن تكون AV هي له وحدات وحدات الـ Binding Energy اللي هي الطاقة فلذلك راح تكون وحدتها بوحدات الميجا إلكترون فورت ميجا إلكترون فورت هذه القيم سنحاول أن نلتزم فيها طبعا هذه ليست للحفظ ليست للحفظ لكن إذا أعطيتكم Homework أنتوا تأخذوا القيم من هنا فالـ AV اللي هو Volume Coefficient مقداره 16.3 Surface Coefficient مقداره 19.5 Column Coefficient مقداره 76% Symmetric Coefficient مقداره 23.9 وال Pairing Coefficient مقداره 11.9 لاحظوا أنه هذه القيم ممكن إذا ذهبت إلى كتاب آخر أو ذهبت إلى مجلة ممكن تلاقي هذه القيم مختلفة مختلفة لكن ليست باختلاف كبير جدا يعني ممكن هذا تلاقي التيرم Volume تيرم ممكن تلاقيه مثلا 19.1 ممكن تلاقيه 15.2 فلذلك هذه الأرقام دائما لأنه العملية تجريبية دائما تأخذ Plus Minus بس احنا مش كاتبين هنا Plus Minus لماذا؟ لأنه هناك خطأ خطأ في القياس حتى في عملية الفتنج يجب أن تكون هناك أخطاء في تقدير قيمة الفتنج فلذلك هذه الأرقام أنا حاولت أن أجيبها من آخر القيم التي حسبت ونشرت في المجلات العلمية فإذا نلتزم بهذه الأرقام عند حل أي مسألة من المسائل المطلوبة منك وفي عنا بالنهاية Homework الآن لحظوا يا جماعة هذه عبارة عن Binding Energy هذه عبارة عن طاقة الربط النووية طاقة الربط النووية ذاكرين طاقة الربط النووية كيف ربطناها سابقا مع الماسس قلنا طاقة الربط النووية هي عبارة عن عبارة عن كتلة مجموع كتل مكونات النووة منفردة ناقص الكتلة ذرية الكتلة الذرية الكتلة الذرية طبعا تشمل كتلة الايلكترونات الموجودة فيها فإذا هذه تشمل يعني العلاقة الأولية لها اللي هي عبارة عن عبارة عن فارق كتلة بين مكونات النوة منفردة ناقص الكتلة الذرية لتلك النواة أو ذلك العنصر الآن بلنا نحاول نربط هذه البايندينج انرجي الموجودة هنا نربطها بالعلاقة السابقة اللي هي عبارة عن الديفرنس ان ماسز وهذا الربط رايح يطلع لنا علاقة جديدة هذه العلاقة الجديدة هي عبارة عن سيمي امبريكال ماس فورمولا سيمي امبريكال ماس فورمولا وسيمي امبريكال ماس فورمولا انا كاتبها هنا يجب اني انا كتبتها بالاول يجب اني يفترض اني كتبتها بالاول في السلايد الذي يلي الشرح السابق لكن ما في مشكلة فالآن في السيمي امبريكال ماس فورمولا سامحوني خليني انتقل لهذا التير في السيمي امبريكال ماس فورمولا الآن هذه هي معادلة الكتلة شبه التجريبية شبه التجريبية لأنه أتت من تجربة بحيث أنه عملنا التجربة بالأول طلعنا نتائج ثم بعد ما طلعنا نتائج عملنا لهذه النتائج مع المعادلة البايندينج انرجي اللي اخذناها من فالآن عملنا تجارب وقارنناها بواسطة الفيتنج طبعا بواسطة اجهزة حاسوبية لانه تعمل الفيتنج افضل من العمل اليدوي فعملنا فيتنج والفيتنج هو جزء نظري فلذلك سميه سمي امبريكال ماس فورمولا سمي امبريكال ماس فورمولا اللي هي علاقة الكتلة طبعا كتلة النواة شبه التجريبية الآن سمي امبريكال ماس فورمولا مثلا للنواة X التي تمتاز بالأعداد التالية الماس نمبر A Z الهو الاتوميك نمبر Z ونيوترون نمبر اللي هي عبارة عن A هاي يفترض ان تكون capital Z can be written as لاحظوا يا جماع هذه المعادلة اللي كتبناها سابقا للبايندينج انرجي انقلوا البايندينج انرجي هذه انقلوها الى الطرف الاخر انقلوها الى الطرف الاخر فلما تنقل إلى الطرف الآخر هاي ننقلها إلى هنا وهاي ننقلها إلى هنا هاي ننقلها إلى هذا الطرف وهاي ننقلها إلى هذا الطرف هنا ننقلها إلى هذا الطرف هنا فالآن إذا نقلناها إلى هذا الطرف تصبح البايندينج انيرجي البايندينج انيرجي تصبح بدلالة إيش بدلالة الماسز تصبح تساوي MZ في MP اللي هي عدد البروتونات ضرب كتلة البروتون الواحد زائد عدد النيوترونات ضرب كتلة النيوترون الواحد مع أن الكتلة البروتون والنيوترون المتساوية لكن هنالك فرق بسيط هذا الفرق البسيط يهمنا جدا في الحسابات النووية ناقص الكتلة الذرية هذه عبارة عن الكتلة الذرية التي هي الأтомيك أتميك ماس تساوي البايندينج انرجي طيب الان انا مهتم بالأتميك ماس الأتميك ماس الأتميك ماس في هذه الحالة وضعناها بالأول فشو حكينا بأنه الأتميك ماس تساوي هنا البايندينج انرجي نقلناها الى الطرف الثاني أصبحت سالب والأتمكماس نقلناها إلى هذا الطرف أصبحت موجب فهي نفس العلاقة السابقة فراح تطلع عدد البروتونات في كتلة البروتون زائل عدد النيوترونات في كتلة النيوترون ناقص البايندينج انرجي طيب يا جماعة البايندينج انرجي هاي وجدناها علاقة من الليكويت دراب مادل وجدناها علاقة فلذلك هذه علاقة السيمي امبيركال ماس فورمولا يمكن كتابتها بالشكل التالي نعوض مكان البايندينج انرجي مقدارها من الليكويت دراب مادل المعادلة السابقة اللي أخذناها فتصبح كلا آتي والآن يا جماعة بدي أحاول أني أكتبها بدلالة الزد والأي وهي هاي لكم بتكن تكتبوها أنتوا بدلالة الزد والأي فقط بدي ألغي الان بدي ألغي الان فالآن لحظوا الزد في ام بي هاي 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 نزلت هاي نزلناها كما هي نزلناها كما هي هاي نزلت الآن بدل الان يا جماعة أنا ما بدي أكتب الان بدي ألغي الان تماما بدي أخليها انتو فيريبل انتو فيريبل فشو كتبتها كتبتها اي ماينس زي الاي ماينس زي هي عبارة عن الان في كتلة النيوترون الواحد ناقص الآن لاحظوا البايندينج انرجي البايندينج انرجي أول حد هو عبارة عن الفوليوم ناقص السيرفيس تيرم لكنه بما انه مضروب بسالب هنا شو يصبح السيرفيس تيرم موجب القولم تيرم كان سالب ضربناه بسالب أيضا أصبح موجب ونفس العملية للسيميترك تيرم ونفس العملية للبيرينج للبيرينج تيرم فلاحظوا هذه عبارة عن معادلة معادلة السيمي امبيريكل ماس فورمولا سيمي امبيريكل ماس فورمولا لحظوا يا جماعة هذه المعادلة هذه المعادلة يمكن اني اكتبها بدلالة بدلالة الزد وخلينا نفترض انه الاي ثابت بمعنى اخر الايزوبارز الايزوبارز اللي هي لما الانوية اللي تكون فيها العدد الكتلي ثابت وهاي عرفناها في اول محاضرة في الفيزاء النووي ايزوبارز اللي هي الانوية ذات العدد الكتلي الثابت مثلا كاليسيوم اربعين كاليسيوم اربعين مثلا ماغنيسيوم اربعين وهكذا يعني يكون العدد الكتلي ثابت فهاي بدي اكتبها بدلالة المتغير اللي هو زد بدلالة المتغير زد الان اذا كتمناه بدلالة المتغير زد لاحظوا هاي تعتمد على زد هاي تعتمد على زد صحولة لا ممكن ان اجمعهم وتعتمد على ايه بنفس الوقت اللي هو الثابت اللي افترضنا انه ثابت هاي تعتمد على ايه هاي ثابت هذا الحد ثابت هذا الحد ثابت هذا الحد ثابت هذا الحد متغير مع زي هذا الحد متغير مع زي تربيع لاحظوا وإشارته موجب الإشارة موجب هنا هذا الحد متغير أيضا مع زي تربيع ومع زي بمعنى آخر هذه عبارة عن كوادراتيك فإذن أكبر قوة للزي هي عبارة عن التربيع فبدي منك وهاي بدأ أجيبها بالوظيفة القادمة إن شاء الله مش رأي أعطيك عليها أكثر من ساعتين على أساس تحلها لكن بدك تكون محضر من الآن أخبركم أنه لازم تكون محضر من الآن تكتب معادلة بهذه الدلالة فإذن يمكن أني أكتب أجمع هذه الحدود بحيث أنه الحدود في زي تربيع أجمعهم في حد واحد وأضربهم بكونستان ما هو الألفة؟ الألفة هو عبارة عن الكونستان وهو عبارة عن الأي سي على أي قوة ثلث والأي سيمتريك في اثنين أي عفوا في الأي سيمتريك هنا لما تضربها يتربعها تطلع أي تربية؟ ناقص أربعة أربعة زد أي زائد أربعة زد تربية فطلعت فيها زد تربية فراح تطلع أربعة أربعة أي سيمتريك على أي في زد تربية فإذن لحظوا الألفة شو صارت؟ صارت هذا المقدار وأيضا البيرينج البيرينج هي عبارة عن ثابت دعنا أرجع للبيرينج البيرينج تيرم أرجع له بالأعلى هذه البيرينج تيرم لاحظوا أنه كونستان لا يعتمد على الزي يعتمد فقط على الزي اللي افترضنا أنها ثابت فلاحظوا هناك حد يعتمد على زي تربية الحد الآخر شو يعتمد على زد؟ والآن أنا كتبت البيتا فإنت بدك تطلع البيتا أنت كطالب بدك تطلع البيتا شو هي البيتا؟ وحد آخر هو كونستانت يعتمد فقط على الآي أو يعتمد على ثوابت أخرى فإذن تي عندي حد كونستانت طيب هذا المعادلة شو تطلع؟ هذا المعادلة معادلة تربعية طيب رسمة المعادلة التربعية كيف تطلع؟ طبعا هذا الحد الأول موجب بما أنه الحد الأول موجب شو تطلع هذا المعادلة؟ معادلة تربعية رسمتها تطلع عبارة عن قطع مكافع نحو الأعلى قطع مكافئ نحو الأعلى فالآن بدي أرجع لهذه الرسمات الآن إحنا رسمنا بعض الرسمات وهذه الرسمات حقيقية رسمات حقيقية لعناصر حقيقية لاحظوا أنه هذا قطع مكافئ نحو الأعلى هذا قطع مكافئ نحو الأعلى فإذن هذه عبارة عن قطوع مكافئة خلينا أرجع للشكل العام للشكل العام أنا كان للسلايد السابق يجب أن يكون هو الصلايد الذي يسبق هذا الصلايد فإذن فلذلك لاحظوا أنه قطع مكافئ أصبح في عندي لاحظوا هذا الشكل هذا قطع مكافئ هذا قطع مكافئ هذه المجموعة من العناصر هنا الأي مثلا تساوي مثلا خمسين هنا الأي تساوي ستين هذا قطع مكافئ آخر للأي التي تساوي مثلا واحد وخمسين للأي التي تساوي ثنين وخمسين هذا هو للأي تساوي ثلاث وخمسين هذا هو للأي تساوي أربعة وخمسين هذا هو للأي تساوي خمس وخمسين للأي تساوي ستة وخمسين وهكذا فالآن لاحظوا القطوع المكافئ لما رسمناها في ثري دايمينشنز طبعا لاحظوا هذا هو عدد البروتونات هذا هو عدد النيوترونات هذا الخط عدد النيوترونات ملاحظينه يا جماعة هذا عدد النيوترونات هذا عدد النيوترونات هذا عدد البروتونات عدد البروتونات ولاحظوا هاي عبارة عن الام مينس اي الام مينس اي اللي هي الكتلة الذرية بالأتمكيماسيونت ناقص ناقص الآي مقدارا بوحدة ميجا إلكترون فورت الآن لاحظوا يا جما الآن هذه القطوع المكافئة لما رسمناه in three dimensions عبارة عن إيش عبارة هنا طرف للجبل وهذا وادي هذا وادي هذا الوادي يسموه Valley of Stability Valley of Stability لماذا Valley of Stability لماذا سميناه وادي الاستقرار وادي الاستقرار لأن الأنوية التي تقع عند هذه النقاط التي جاء على هذا الخط دعونا أرسمها بلون مختلف هذه النقاط التي تقع على قعر الوادي هنا على قعر هذا الوادي على قعر هذا الوادي على هذا الخط الأزرق هي الأنوية الأكثر استقرارا الأنوية الأكثر استقرارا لماذا هي الأنوية الأكثر استقرارا طبعا هاي نجيبها منين نجيبها من المعادلة التالية هيا هذا المعادلة هذا المعادلة اللي هي Semie Empirical Mass Formula Semie Empirical Mass Formula هاي هي الأصل تبعها هذا هو الأصل تبعها خليني ألغي هذول الخطوط هذا الأصل تبعها السمie Empirical Mass Formula فلاحظوا يا جماعة في السمie Empirical Mass Formula سمie Empirical Mass Formula لاحظوا هاي هي الماس اللي كتبناها هنا هاي ها هنا عبرنا عنها هنا بمعادلة تربيعية تساوي هذا المقدار زائد هذا المقدار ناقص البايندينج انرجي ناقص البايندينج انرجي الآن يا جماعة لما تكون البايندينج انرجي أكبر ما يمكن أكبر ما يمكن لاحظوا أكبر ما يمكن شو يطلع هذا الحد كله هذا الحد كله اللي هو عبارة عن هذا الحد ناقص هذا الحد يطلع هذا الحد أقل ما يمكن صح ولا لا أقل ما يمكن ليش لأنه إذا كانت هذه أكبر ما يمكن أكبر ما يمكن لنفترض أنه هاي الأرقام فرضا هذه الأرقام تساوي هنا مثلا ثلاثين هذه الثنتين كلهم مع بعض يساوي الثلاثين الآن مقدار هذه مقدار البايندينج انرجي مية بالمية إذا كانت النواة مستقرة تكون أقل من ثلاثين أقل من ثلاثين ستكون أقل من 30 طيب ما هي أكبر قيمة لها خلينا نقول أكبر قيمة لها ممكن أنها توصلها الماكسيمم فاليو الماكسيمم فاليو لها فرضا الماكسيمم فاليو عفوا هنا 30 هنا الماكسيمم فاليو تساوي مثلا 25 هاي أكبر قيمة لها أكبر قيمة لها 25 طبعا أقل من 30 شو تطلع قيمة الماس تطلع قيمة الماس عبارة عن 5 الماس تطلع 5 طيب هذه أكبر قيمة لها طلعت قيمة الماس 5 طيب ما هي القيمة الأخرى للبايندينج انيرجي راح تكون أقل من 25 مثلا تكون 20 30 ناقص 20 شو تطلع 10 طلعت أكبر من الخمسة صحة ولا لا لنفتر قيمة أخرى مثلا طلعت مثلا 15 30 ناقص 15 شو تطلع 15 أكبر من الخمسة فإذا لاحظوا عندما تكون الماس عندما تكون الماس أقل ما يمكن الماس أقل ما يمكن هاي الماس أقل ما يمكن شو تكون الذرة تكون الذرة هاي الماس أكبر طاقة ربط إنه أكبر طاقة ربط أكبر طاقة ربط ممكنة الأنوية ذات الكتلة الأقل بما أن كتلتها أقل هذا يدل على أن البايندينج انرجي فيها أكبر ليش كتلتها أقل لأنه فقدت معظم كتلتها عند الترابط على شكل بايندينج انرجي بايندينج انرجي فلذلك البايندينج انرجي أكبر ما يمكن فلذلك هذه الأنوية أكثر استقرارا طيب كلما انتقلنا من قعر الوادي إلى طرفي طرفي الوادي من هنا أو من هنا شو تصبح الأنوية تصبح الأنوية أقل استقرارا كلما ابتعدنا وارتفعنا وابتعدنا عن هذا قعر الوادي أصبحت الأنوية أقل استقرارا أقل استقرارا طيب الآن خلينا نأخذ قطع نحضر هالسكين نقص واحد من الخطوط نأخذ واحد من الخطوط خلينا نقول هذا الخط نأخذ هذا الخط وأرسمه لحاله هذا الخط بدي أرسمه لحاله في رسمة لحاله فإذا لما نأخذ هذا الخط ونرسمه لحاله تطلع عندنا مثل هذه الخطوط فإذا الكروس ساكشن أنا جئت قطعته كروس ساكشن أخذت خط واحد فور سيرتين أي فور سيرتين ماس نمبر أي مثلا في هذه الرسمة أخذنا للماس نمبر اللي هو عبارة عن إيش عبارة مية وخمسة مية وخمسة وثلاثين الأي وهي الآن أخذناها كونستان فكل الأنوية هاي الموجودة هنا تي اي اي ال اكس اي سيزيوم بلاديوم الأي هذه السيزيوم وهاي نسيت اسم النوع جميعها لها نفس الاتمك ماس اللي هي مية وخمسة وثلاثين فتسمى هذه اي الآن لاحظوا يا جماعة لما رسمنا الاتمك بهذا الشكل الآن وين النوال أكثر استقرارا هذه النوال أكثر استقرارا هنا تقع شايفين يا جماعة هنا تقع النوال أكثر استقرارا طيب أقرب اي شلمين أقرب إشي للبلاديوم أقرب إشي للبلاديوم فلذلك طلعت اللهم صلى على محمد الزد تقريبا 55.7 55.7 لما نحسبها حسابا رياضيا وهذا أقول لكم كيف نحسبها حسابا رياضيا فهي أقرب أقرب لل56 لما تعمل لها تقريب أقرب لل56 فمن العنصر الأكثر استقرارا اللي هو عبارة عن البلاديوم لحظوا هذه الأي أيضا نسينا نذكر أنه هذه الأي عبارة عن أد أد ذاليوم 135 عدد فردي الآن لحظوا الأنوية التي تأتي من هذا الطرف والأنوية التي تأتي من هذا الطرف لحظوا هذا هو عبارة عن الزد زد هذا عدد نرسم إحنا مع عدد إيش مع عدد البروتونات ملاحظين يا جماعة مع عدد البروتونات فإذن هذا هو عبارة عن الزد لحظوا يا جماعة هنا عدد البروتونات أصبح كبير صحوا لا لا عدد البروتونات أصبح كبير الآن هذه الأنوية اللي فيها عدد البروتونات كبير تحاول إنها تخلص كما ذكرنا سابقا تخلص من واحد منها البروتونات وتحولوا لنيوترون لما تخلص من واحد من البروتونات وتحولوا لنيوترون هذه العملية يسموها يسموها اضمحلال بيتا الموجب وهذا راح ينقضوا إن شاء الله لاحقا بالتفصيل اضمحلال بيتا الموجب فلذلك هاي اسمه اضمحلال بيتا فهذه النواة تعمل على أن تحول واحد من البروتونات إلى نيوترون عن طريق اضمحلال بيتا الموجب فالآن عدد البروتونات ينقص واحد وعدد النيوترونات يزيد هل يتأثر العدد الكتلي لا لا يتأثر العدد الكتلي لأنه نقص من هنا واحد وزدت من هنا واحد بقي العدد الكتلي 185 لكن هذه النواة أصبح العدد الذري لها أقل بدرجة فبدل ما هي 58 أصبحت 57 بدل ما هي أتوقع هذه السيلينيوم أصبحت LA فالآن هذه النواة تلاحظوا تحاول أنها تقترب منين تقترب من تقترب من اللي هو اللي هو وادي الاستقرار تحاول أنها تنتقل من أطراف الوادي إلى وادي الاستقرار عن طريق إيش؟ عن طريق البيتا دي كي وهذا يجيبها السؤال البيتا دي كي لحظوا الأنوية اللي بالطرف الآخر هنا هنا هذه الأنوية عدد النيوترونات فيها عدد البروتونات فيها قليل بمعنى آخر مين اللي يطقى عليه في هذه الحالة؟ الذي يطقى هنا عدد النيوترونات عدد النيوترونات كبير فتحاول هذه النواة لأن هذه النواة غير مستقرة السيمترك symmetric tear فيها يلعب دور في هذه الحالة فيحاول أن يحول واحد من النيوترونات إلى بروتون من النيوترونات إلى بروتون شو يطلق في هذا الحالة يطلق إلكترون فهذا العملية يسموها اللي هي عبارة عن بيت السالب اضمحلال بيت السالب اضمحلال بيت السالب في هذه الحالة يتحول نيوترون إلى بروتون هل خسرنا اشي من النواة لا لم نخسر اشي بس ان واحد من الجسيمات تحول تحول الى جسيم اخر فبقي العدد الكتلي ثابت 135 لكن شو صارب عدد البروتونات عدد البروتونات زاد بدل مكان 53 اصبح عبارة عن 54 فتحولت النواة من ايودين الى نواة XE ملاحظين يا جماعة فالآن لاحظوا هذه النواة هذه النواة نفس العملية حاولت انها تقترب من الوادي من هذه الجهة عن طريق ايش عن طريق الضمحلال بيتا السالب الضمحلال بيتا السالب هاي اسألكوا عنها هاي لما تكون عبارة عن odd nuclei ملاحظين يا جماعة طيب الآن دعنا اشطب هاي كلها الآن انا الرقم هذا اللي كتبته هو عبارة عن او المكتوب هو عبارة عن الاكثر استقراراً عند الزي تساوي 55.7 بالعشرة طيب 55.7 بالعشرة كيف انا حصلته لاحظوا هذا قطع مكافئ هذا القطع المكافئ لاحظوا هنا هنا اللقاع تبعه اللي هي القيم القصوى يسموها بالرياضيات بالكالكولاس القيم القصوى اللي هي قيم الدنيا والقيم العظمى طيب كيف كنا ننجد القيم القصوى في المعادلات الرياضية نحاول اننا نشتق يا جماعة نشتق المعادلة ونساويها بايش نساويها بالصفر ليش؟ لانه المشتق لما تساويها بالصفر معناته انت تتحدث عن ايش؟ تتحدث عن هاي النقطة هاي النقطة شو كون السلوب لها؟ السلوب لها يساوي صفر هذه النقطة هذه النقطة شايفينها؟ السلوب لها يساوي صفر فاذا تشتق معادلة الماس فورمولا هنا الماس فورمولا ليش أنا قلت لكم تكتبوها بهذه الصيغة لما نشتقها لما نشتقها راح تطلع اثنين ألفة في زي زائد بيتا وهذا الكونستانت مشتقته صفر هاي بايش أساويها بالصفر إذا ساويتها بالصفر شو معناته؟ معناته أنا أتحدث أنا أتحدث عن هذه النقطة اللي هي أدنى نقطة في هذا الكيرب أدنى نقطة في هذا الكيرب اللي هو قعر هذا الوادي وأستطيع من خلالها أني أحسب الزي هنا لاحظوا تطلع اثنين ألفة في زي زائد بيتا شو معناته يا جماعة؟ معناته أنه الزي في هذه الحالة الزي في هذه الحالة شو راح تساوي؟ راح تساوي هنا طلعت اثنين ألفة في زي تساوي بيتا راح تساوي ناقص بيتا خلي نكتبها بي تقسيم اثنين ألفة اثنين ألفة هاي هي أدنى قيمة هاي زيد مينمم مينمم فإذن هذه النواة الأكثر استقرارا اللي تمتلك الزيد تساوي ناقص بيتا على اثنين ألفة من هذه المعادلة طبعا هاي في عليها السؤال هنا سؤال بدي أستبقى الأحداث فأنا معطيك السؤال هاي النواة مية وخمس وثلاثين مية وخمس وثلاثين فبدي تحسبولي إياها والجواب هو كما في الرسم السابق زيد تساوي ستة وخمسين فبدي تحسبولي إياها عسابا لأنه راح أغير الرقم الـ تساوي مثلا خمس وثمانين راح أجيبها وتحسبوها بالهومورك الثاني طيب الآن لاحظوا يا جماعة خلق لما كانت الآد إذا كانت الآد إيفن 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 في الإيفن إيفن شو معنات الإيفن إيفن إيفن هاي تتضمن تتضمن حدان هاي تتضمن يأمن نتكون عفوا يأمن نتكون الزيد إيفن زد آد 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 زد آد آد إيفن آر الزيد والآن آر آد يأما يكون الثنتين إيفن يأما يكون الثنتين آد ليش؟ لأنه مجموع الإيفن إيفن إيفن مجموع الأد والأد أيضا إيفن فإذن هنا الأي آد آد هاي كتبوه عندكم ولاحظات الآن لاحظوا يا جماعة طلع هنا تو بارابولا تو بارابولا واحد منهم فور أي اللي هي عبارة عن آد زد وآد إن والثاني طلع فور إيفن زد وإيفن إن إيفن زد وإيفن إن لاحظوا اللي طلع لليل إيفن زد والإيفن إن طلع أدنى أدنى من اللي للآد زد والآد إن من يقول لي شو السبب هي أخذناها في المحاضرة السابقة من يقدر يحكي لي شو السبب هي بدأت تركوكم إياها لكن راح أجيبها احتمال بالامتحان راح أجيبها بالامتحان ليش طلع ال even z even in الماس له أقل من الparabola of odd z and odd n لاحظوا في هذه الحالة كيف صير الانتقال هنا العناصر مثلا هذه النواة تمتلك عدد كبير من النيوترونات الآن عندما تضمحل هذه النواة هذه النواة المو موريديوم أتوقع عندها 42 بروتون وعندها عدد كبير من النيوترونات فواحد من النيوترونات عشان تزحف نحو الاستقرار بتتحول واحد من النيوترونات إلى بروتون بتتزيد عدد البروتونات احنا ماشيين بهذا الخط زي هيك فبتتزيد عدد البروتونات فالآن تحول واحد من النيوترونات إلى بروتون فبدل ما يكون العدد الذري لها 42 شو يصير العدد الذري لها 43 43 لكن شو يصير تبقى عبارة عن ايش تبقى عبارة عن تبقى عبارة عن اي تساوي 102 طيب هذه النواة يا جماع هذه النواة خلينا أركز عليها هذه النواة خلينا سامحوني أصغر الخط هذه النواة شو تحتوي هذه النواة تحتوي على 42 بروتون و كم نيوترون تحتوي على 102 ناقص 42 اللي هي عبارة عن 60 نيوترون هاي شو هي يا جماع هذه even even مزبطة لا even even الآن إذا تحولت هذه إذا تحولت هاذ إذا تحولت هنا خلينا أكتبها هنا هاي راحة تتحول لايش راحة تتحول واحد من البروتونات اذا واحد من النيوترونات رايح يتحول إلى إلكترون عفوا إلى بروتون فتصبح عدد البروتونات كم يا جماع تصبح عدد البروتونات 43 لأنه اجهة بروتون من تحول النيوترون والنيوترونات شو راح تصبح 59 نيوترون فلاحظوا تحولت إلى هذه إلى هذه النوى الآن لاحظوا 43-69 شو هي فلذلك هي تنتقل من هذا البرابولة من هذا البرابولة إلى هذا البرابولة لأنه كانت اصبحت اد اد ثم تنتقل الانتقال ثاني إلى الـ حتى تصل إلى الاستقرار وهاي من هنا نفس العملية هنا بيت السالب هنا بيت الموجب وتبقى هذه العناصر تنتقل أول بأول 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 لحتى تصل إلى الاستقرار حتى تصل إلى الاستقرار طبعا نصف العمر لها ممكن أن يكون كبير لكن كلما ابتعدنا عن الوادي الاستقرار يصبح عمر النصف أقل وأقل حيث أنه تنتقل لهذه الأنوية بسرعة باتجاه الوادي باتجاه الوادي هذه بالنسبة لمحاضرتنا لهذا اليوم أرجو أنه ما تنسوا هذه الهومورك تحلوها وتحاولوا أنه توجدوا هذه العلاقة أيضا توجدوها من خلال الـ الموجودة هنا يطيقوا العافية و دمتم بخير